نحن وياكم احبقنا بها الفقرة من رحب بضيفنا الخوري عبدو او خليل نائب رئيس المجلس الرعوي الابرشي بالنيابة البطيرياركية المارونية بمنطقة سربة بدنا اليوم نحكي معك عن لقاء الشركة الكنسية اساس للرسالة الرعوية بس اهلا وسهلا فيك والمسيح قام حقا قام وعليك قبل ما نبلش بالحديث نحن وياك رح ننتقل لنشوف من وحي هذا الموضوع ومنتابل نحن وياكم جدية يعني للمجلس الرعوي الابرشي اللي تم التحضير لألو من حوالي سنتين يعني هل قضم النيابة سربة لقاء اليوم بالابرشي البطيرياركية المارونية نيابة سربة هو بمسيرة انشاء المجلس الرعوي الابرشي اللي عم نحضره صار في عنا هيئة تنفيذية وبالصيف رح نطلق الهيئة العامة ان شاء الله اليوم في عنا لقاء بضم كل الرعاية الكهنة اكيد والرهبين والرهبات وممثلين علمانيين عن كل رعي مع اللي جين الفاعلي بالابرشي حوالي 12 لجنيه مع اعضاء الهدف الاساسي طبعا هيدا اللقاء انه نكون عم نأسس للغة رسولية رعاوية مشتركة يعني كتر خير الله يعني هيدا هو السينودوس اللي نعيشينه هلأ كل الجماعة المجتمعة سوا مع كل الموفمانات كتر خير الله هاي كنيستنا يعني بعدها بألف خير اكيد الرعاية والاضيار منهم جزر رعاية مننا جزيرة هي كلنا متحدين بكنيسة وحدة في الى رأس وجسم اعضاء كلنا جماعة وحدة فبقى الحدث اللي صار اليوم هو بيخلينا نحس ونشعر انه عنا انتمائية مش كل واحد فاتح لوحده من هون الكنيسة قوتها بالوحدة وقوتها بالجماعة اليوم لقاء لكل الابراشية بكافة مؤسساتها بكافة رعاياها بكافة اجهزتها اليوم جايين تنفكر سوا للمرحلة المقبلة كي بدا تكون تنعمل سويا كمسيرة واحدة سينودوسية متل ما قال سيدنا شركة مشاركة ورسالة اللي عم بيصير اليوم خطوة كتير كتير منيحة بالنسبة لابراشيتنا وانشالله كل الشي هيك عم ينحكى فيه تنظيم لجان ورعاية ومجالس رعوية عن جد نحنا نلتزم فيها كلنا حتى ما نكون بس عم نحكي نكون عم نفعل اليوم اجتماع كتير مهم انا هيدا كتير بيعنيلي من زمان الفك اللي يزم يصير هايكي لها الاجتماعات ويطالوا كل الرعاية وهيدي بده تطحية وبده روح كنسية وبده صلاة وبده طولة بيل وانا بيسمي رئيلي الخطوة بيتيجي نحنا منا نحنا ننزل على الارض مش نطلب نستجيل عنا صراحة كان شي كتير اسانسيال انه عن جد فيه مشاكل عنا كتير عم نوجهها بحياتنا الرعاوية وما عم نعرف ما عم بيكون عنا هيدا النولج كرمال نقدر نحله فبحث بالعكس هكاية عم تعطينا متل يوم كان بوش لقلنا كرمال نقدر نتعرف نعرف نتصرف ادام المشاكل الاجواء حلوة مبادرة حلوة انه هايك نكون عم نجتمع كلنا كريجان منشتخل بهيدا الابراشية لحتى نلتقى نتعرف على بعض وناخد تنشئة موحدة ننقلها على عيانه هيدا عمل كتير مهم يعني الشراكة بين الجماعات والكنيسة كهنوت لفتلي نظري ما كنت يعني كتير متمعا فيها السينودوس يعني العمل سويا يعني بيد وحدة ما فينا نعمل شي بالتعاون والمحبة المحبة اهم شي والنية صافية كلمة سيدنا عن العمل الرسولي وخاصة كمان القصص اللوتية كتير حلوة لانه تدعينا انه نرجع نفكر اكتر واكتر بهالنعمة الالهية اللي هي عم تشغل مشروع كله طبع حياتنا طبع عملنا الرعاوي وصلاتنا وخدمتنا لانه المسؤول وين ما نوجد والموهب اللي تابعه واللي عم بيقدر يحطه بخدمة الاخر هو خادم فقط لغير لك هو كفكرة تنظيمية كتير حلوة بس ان شاء الله نلتزم كل جنيه تقدر تلتزم وتشتغل بهالنظام الابرش الحلو نشكر بشكل خاص كل المساهمين والمشاركين وبشكل اخاص اكيد تيفي تشاريتي على مواكبتها لهذا الحدث وعلى مساهمتها بنشر رسالتنا الرعاوية على ارض الابرشية شكرا برجال عندك ابونا عبدو يعني تنعلق على اللي شفنا بهال تقرير بيحكي هالفوكسبوب يعني كان فيه لقاء وحوار مع المشاركين بهذه الدعوة اللي توجهت صارت بي 23 ادار كان اللقاء وضمت كل اللي جان بالابرشية وكنتوا مجمعين انه شركة اساسية ومهمة للحياة الرعاوية ادي اليوم حضرتك بتأكد على هذا الموضوع من خلال طبيعة تعاطيك وعملك بقلب الرعاية الله معيك اه لغزان وكمان بنا نشكر المدرسة انتونين سكول الانتونية المدرسة الانتونية بعجلتهم اللي فتحت لنا المكان مشكورة وتي في تشاريتي يلي دايماً عم بيواكبنا لا الحقيقة هدي منا فكرة جديدة يعني فكرة من المجمع الفاتيكاني التاني اه ولكن هلأ مع السينودوس يلي ميشين فيه بالكنيسة مع اداسة البابا فرانسيس حب سيدنا بولوس روحانا انه يرجع يعيد اعادة تأسيس مجلس راعة وابرشي جديد اه ويدوم كل الجماعات وكل الليجان والنشاطات الكنسية والاجتماعية وبنفس الوقت اذا فيه شي نائس كمان اه يرجع ينأسسه بقى من هيك الشغلة اخذي تقريباً صلنا سنتين ثلاثة مع السينودوس عم نرجع اه تجدد النظام تجددنا النظام على اياسنا على اياس الابرشية وحجاتها وكان هالنهار هده اه ساماريت شغل سنتين اه سنتين تحذير يعني ان ما عم تشتغله سنتين تحذير وعملنا ايام الابرشية سميناها وكنتوا كمان معنا بالصيفية ثمانت ايام كان فيه كمان نشاطات رعاوية وكنسية لكل الفئات الموجودة على ارض الابرشية تقريباً بقى هلأ نحن عم نفوت اكتر بكودرة منظمة حتى فعلاً نقدر نعيش السير معاً هالروح السينودوسية يلي بالنهاية هي اسغاء لصوت الروح الادوس حتى نعرف مشروع الرب يسوع بهالابرشية بهالكنيسة شو هو ونقدر سوا مع بعضنا نتعمق بكلمة الله يلي هي محورية بالنسبة لنا وبالنسبة لسيدنا نقدر نصغي ونصلي سوا مع بعضنا بروح اخوية حلوة نقدر نخطط سوا نميز سوا ونقرر سوا وننفذ سوا يعني هايدي هالشراكة بين بعضنا البعض هايدي مسيرة سينودوسية بعدنا بأول طريق انشاء الله نقدر فعلاً انه نعيش هالمسيرة نكملها بحسب رغبة الرب يسوع أبونا عبدوتا نحكي حكيت عن ليجين جديدة وعن كودرة ومجلس رعاوي هل هيدا الامر ما كان بالسابق موجود يعني لو وصلته لهذه المرحلة بأي نقص شعرته بلى كانت كان في عندنا مجلس رعاوي مشترك سابقاً مع المطران جينجام واشتغل كتير كان مشترك كمان بين الطواقف المسيحية كمان الغير مارونية يعني وبفترة من الفترات كمان رجع ضعيف واخر ثلاثة اربع سنين بسبب الظروف كمان وقف يعني بقي بعض اللجان اللي تشتغل هي على صعيدها الشخصية يعني في عنا لجنة شؤون اجتماعية عنا لجنة شبيبة عنا لجنة عائلة لجنة المرأة ولكن كل لجنة عم تشتغل واحد يلي هلأ صار انه قررنا فعلاً او الشي نغني بعضنا البعض نشتغل مع بعضنا نوفر طاقات ونمشي مع بعضنا وإذا في لجان مننا موجودة وفي حاجات لتأسيسها كمان انه نأسس هالليجان الجديدة حتى سوى الكنيسة فعلاً تكون سينودوسية يعني نعم نحن بنعني بسينودوسية تكون كنيسة تتلمز مع بعض البعض بروح الانجيل حول يسوع كنيسة سينودوسية تخدم مع بعض البعض بمساحة الابراشية بفرح وعطاء أخوي وكمان كنيسة شاهدة يعني مرسلة كنيسة متتلمزة كنيسة خادمة وكنيسة مرسلة نحن من هيك نفتح هالمجال هلأ حتى نعيد التنظيم والتنسيق مع بعضنا البعض وحتى ننفذ ونقرر مع بعضنا ونحقق اشياء جديدة حلوة نعم بحسب كنيسة اليوم يعني فيه تجاوب من قبل المؤمنين قداش فيه من أعداء جدد انتسبوا لقلكون وصاروا من ضمن الليجان أو من قلب الحركات الموجودة داخل الكنيسة نعرف هذا الأمر إذا نعطى لك لحده دور بقلب الكنيسة بيكون عم بيكون فاعل متفاعل مع الآخرين وفيه انتاجية منفكر عملياً نحن قداء أبونا هيدا الشيء رح يكون فعلاً في نتائج الحقيقة تعرفي الكنيسة بزيتها هي سينودوسية يعني مع بعضها نعم غلاطية ثلاثة أنتم جميعاً الذين اعتمدتم بالمسيح قد لابستم المسيح لا عبد لا حر لا امرأة لا رجل لا اكلريكي لا علماني كلنا سوا عنا زيت الايمة وكلنا مسؤولين عن هالكنيسة حتى نبنيها جسد يسوع السري من هيك هيدا الشراكي يعني دجال اللي اجوا هلأ مية مية وخمسين ميتان شخص يعني هاو دي بحركوا الرعاية بحركوا الأبراشية مع الرؤية كمان انه نعمل رزنامة مشتركة نعيشها سوا بكل سنة بتنسبكن كلكم يعني هالرزنامة المشتركة بتناسب كل الرعاية كل المجلس الأبراشية الرعاوية أكيد ما هيدي بتبلش الرزنامة المجلس الرعوي الأبراشي بحط رزنامته بالأول وأيام الأبراشية يلي أكتريتها كلها بتكون حول الأسقف حول المطرانبولس روحانة مشاريع مشتركة بعدين بيرجعوا كل مجلس رعوي وكل لجنة بتحط رزنامتها الخاصة لجنة الشبيبة بتحط رزنامتها لجنة العائلة لجنة المناولة والأطفال لجنة الليتورجية يعني كل لجنة بترجع بتحط على ضوء رزنامتها وهذا بيخلق غناء كتير كبير وبيخلق حركة كناسية ومنخلق بنشرب ذات الروح وذات الإنجيل يعني ذات التنشئة يعني ذات التنشئة وهيدي كتير مهمة ذات التعليم الكنيسة وهيدا هيدا كتير حلو من هيك كان عنا هيدا النهار بمحطاته محطاته الأربع اللي صاروا كان اطلاقة ان شاء الله تكمل كان فيه تعمق روحي مع سيدنا بالأسس الروحية واللهوتية للعمل السينودوسي كان فيه تعمق بالمبادئ والتنسيق وخلق مناهج عملية مع بير إدجار الهايبة ونعمل مشاغل كل لجنة موجودة اجتمعوا سوا اللي كانت عم تتأسس أو موجودة حتى نطرح أسئلة حتى يتعمقوا ويحطوا أفكار اقتراحات وارزنامة للسنة الجاية ورجعنا عملنا ميزون كومون كلنا سوا جتمعنا وسمعنا بعضنا وهذا الشي بيوحد وبيخلق هالرؤية السير معا فعلا يعني نعم أدي أبونا اليوم هالانفتاح بيساعد على النمو والتطور لقدام أكتر أكيد يعني اليوم يعني نحن بقلب كنيسة واحدة مش عم نحكي عن كنايس مختلفة عم نحكي عن كنيسة واحدة الكنيسة المارونية بأبرشية صربة أدي اليوم فعلا هيدا كله عم بيكبر الكل مية بالمية أكيد وخصوصا نحن حول يسوع يعني بشخص الأسقف والرهبان والرهبات والكهني والعلمانية كلنا مثل ما قلتلك عم نشرب من ذات النبع عم نتلمز وعم ننطلق رسل بالعالم بقى هيدا هيدا بيقوي بيقوي وبيصحح الفكر اللاهوتي كمان السليم وبيخلينا نشتغل مع بعضنا ومنحس إنه كنيسة حتى نقدر فعلا ننطلق بعدين للآخرين للي كمان منهم كتير ملتزمين بالكنيسة يعني كيف منوصل هذا الوعي إلى غير الملتزمين لأنه في كتار من المسيحيين غير ملتزمين بالكنيسة ومش دروري يكونوا ملتزمين كلهم بفرق وجماعات بس المهم يكونوا يحبوا يسوع ويحبوا الكنيسة ويلتزموا بالأسرار يعني يلتزموا بطريقتهم نحن إذا وقت اللي منحط ليجان ومنننظم إنه نطال كل كل الفرق وكل الأعمار وبطريقة شاملة وكاملة يعني ما منميز بين أي إنسان وكل الإنسان بالنشاطات وخلق مجالس رعوية مطرح اللي ما في مجالس رعوية بالرعاية بنساعدهم حتى يخلقوا هالمجلس الرعوي يلي هو كمان بيزاته بيحرك الرعية وبيعمل رسالة بقلب الرعية بالإحية ومع الأشخاص ما بيجوا على الكنيسة يعني هي هادي الفكرة الأساسية قدهد الموضوع بيخلق تنافس إيجابة اليوم بتنفكر بهايد المنافسة تنكون كلنا عم نمشي عم نمشي لقدام ومش عم بالعكس عم نتشارزم ومن بيكون في خلافات أكتر أكيد هادي بتخلق تنوع مواهب كنيستنا كنيسة مواهبية ولكن كلها بتنسجهم مع بعضها للخير العام يعني وقتلنا نحن نكتشف في كتير طاقات بالرعاية في كتير أشخاص مش معروفين يعني المستلمين السلطة الكنسية إذا بدك والأمور والجامعات ما بيعرفوا شو فيه إذا ما نعمل إحصاءات مثلا لجنة الإعلام والإحصاءات ونعمل حتى نشوف شو فيه طاقات وشو فيه مواهب ونحط هالمواهب كلها بخدمة بعضنا البعض ما المواهب يعني خدمات نعم تنوع خدمات حتى نقدر نعيش مع بعضنا مريت كتير أبونا مش الكل قادر يوصل ليشارك بهذه الخدمة صح لأنه ما منفتح له مجال ما منعيط له كيف اليوم عم ترجع وتفتح له مجال نجع ننادي بعضنا ندعي بعضنا للكنيسة ونظهر هالوجه الحلو للكنيسة بوسائل فعلا توصل إلى الجميع يعني فيه كتير إشياء لازم تتغير وانفتاح مع كنيسة البابا فرانسيس اليوم كنيسة منفتحة ومنطلقة منطلقة إلى كل الأقطار إلى الضواحي وإلى كل الأماكن والمساحات والأشخاص هاي دي كتير مهمة هاي كلها كنيسة يسوع مش بس هالجماعات هالجماعات عم بيكونوا نويو إنبلي إذا بديك هي بتنفجر حتى الطال الكل بس إذا ما كان عندها هيدا الهدف بعد التتلمز الرسالة بتكون كارسي نعم بتكون شوي بدعة يعني مسكرة على حالة ومكتفي بحالة بتختنئ أدي فيه من وسائل أدرين من خلاله توصله كل هذا الوعي لا نحنا منعيش مع بعضنا ومنسمع بعضنا ومندعم بعضنا وكل لجنة بتعمل متل ما قلتنا شاطاتها نعم وكل رعية عندها مجلسها الرعاوي نسعى إنه وإذا رعاية صغيرة بيعملوا سوا عيتين ثلاثة حل بعضهم مجلس رعوي مشترك حتى يقدروا يعيشوا هالحاجات كلها يعني إذا رعية واحدة ما بتقدر تخلق لجنة شؤون اجتماعية لنقول حتى تساعد شويل بأوضاع الصعبة والمرضى والمسنين وإلى آخره مع بعضهم البعض بيخلقوا هاي اللجنة وبيقوموا بنشاطات إذا اللجنة ما بتقدر واحدة رعية واحدة تعمل إحصاءات تعمل مع البقية بتاخد البروغرام بيصير في تبادل وغنى كتير كبير يعني حندرتك ذكارت وحكيت عن الرزنامة المشتركة ما بين الجميع أدي اليوم بعد راحين نصوب إشي أفضل وتكون هالأمور وهالتلمزة لنوصل للشهادة والرسالة كلنا كرسل فعلا منملك هذا الوعي وهذا التعليم الصحيح لأنه كتير من المفاهيم اليوم ببعض الأحيان أبونا عم بتكون خاطئة مش كتير بفكرنا وبوعينا كمؤمني المسيحيين كل هذا التعليم الي ذكرته ايه صحيح يعني هوني بدنا نجتمع حول الأسقف يلي هو مسؤول عن الكنيسة المحلية وبنا نرجع لمحورية الكلمة متل ما قلنا الإنجيل لأنه هو المطلق ونتغزى من يسوع مع بعضنا البعض بإنارة من تعليم الكنيسة وساعتا ننطلق إلى رعايانا يعني ما يضلنا متيشارين يعني كل واحد كل واحد يعني ملتبخته كل واحد منتمي لفئة وكل واحد تعليمه هادي أهم فكرة هي نكون مع بعضنا حول الأسقف عم نمشي سوا تحت نور الإنجيل وتعليم الكنيسة وبعدين التفاصيل الوسائل والطاقات كيف منحطها بس بالأول نخلق هالروح هالروح الحلوة مع بعضنا البعض بنفس التعليم وبنفس الأخوة هالأخوة الشاملة هي أهم من أي شيء أهم حتى من كثرة النشاطات أبرز الأسس اللي بتخلق هذه السقة اللي منقول إن إحنا اليوم فيه هوة بكتير من الأحيان منلاقي فيه هوة ما بين الكنيسة وما بين المؤمنين قد هاليوم عم تنردم هالهوة من انطلاءا من هاللقاءات اللي عم بتتير وهالقرب قرب الراعي من الرعية صحيح هيدا هي المعمودية حكينا عنا بغلاطية ثلاثة إنه بتروح الروح الإكليروسية إنه بس الكهنة هن المسؤولين والرهبات كل شيء محصور فيهم أبدا أبدا هني كل أعضاء كل واحد معمد بالمسيح هو عضو بيبني جسد بيساهم بجسد بياخد من جسد المسيح وبيعطي جسد المسيح من هيك نحن عم نشتغل على ثلاث خطوط إذا بدك بهالشغل أولا الخط الرعوي يعني كل رعية اللجنة الراعوية الأبرشية المجلس الأبرشي الراعوي بساعد الرعاية حتى تأسس لجان وحتى تخلق مجلس رعوي خاص فيها وهيك بيصير في شغل على الأرض بكل رعية الخط الثاني هو خط اللجان الأبرشية يعني لجنة الشبيبية اللي بتجمع مثلا كل الشبيبة الكشافة الفرسان والطلاع والأخويات والحركة الرسولية المريمية وكل كل الشبيبة طبعا الأبرشية وبتعمل رزنامة صغيرة يعني نشاطين ثلاثة بالسنة حتى يعيشوا الشيء مع بعضهم حول الأسقف ثلاثة هو نحن المجلس الرعوي الأبرشي اللي بنعمل رزنامة طبعنا ويلي القمة طبعا وهو أيام الأبرشية اللي بدو يصير بالصيف نعم بآخر تموز يعني هيدا 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 لقاء سنوي هيدا الصماء إذا بديك طبعا السنة بيصير حتى كمان تتوّج هالنشاطات والرزنامات الخاصة بكل جني تتوّج بعمل مشترك حول الرعية يعني هيدا الأمر اليوم منقول محاولة ما منقول وصلنا بعدنا بأول طريق محاولة وإن شاء الله الكل بيكونوا عا بيقوموا فيه لأن اليوم بنا نشتغل على صعيد كنيسة كنيسة شاملة مش كنائس محلية ويمكن أبرشيات لوحدة منفصلة عن غيرها قديش هالأهداف بتتحقق من خلال النواية والإرادة الصالحة عند كل المسؤولين والمعنيين اليوم الأساقفة الكهنة والعلمانيين أيضاً هن مجتمعين مع بعضهم البعض وقديش عندهم استعداد لقبول لقبول الآخر الموجود صح وحتى حتى الغير مسيحيين كمان مفتوحة للغير مسيحيين أكيد أكيد من هاك لازم يكون في لجنة الحوار الحوار مع باقي التواقف والحوار مع غير الأديان مثل ما كمان الأوقاف لجنة الأوقاف المركزية رح تفوت كمان بقلب هالمجلس الرعوي والكنيسة اللي عنا المحلية أكيد كمان سيدنا بيرغب أنه تنفتح وتكون فعلاً بشراكة مع الكنيسة الجامعة مع الغير غير أديان وهذا شيء كتير كتير مهم نحن بدنا نتمنى لكم كل التوفيق ونشكرك أبونا عبدو أبو خليل على حضورك معنا نائب رئيس المجلس الرعوي الأبرشي بالنيابة المارونية البطريالكية المارونية منطقة سربة شكراً لحضورك وبالتوفيق إن شاء الله هيك بنواكبكم بالأيام الأبرشي بفصل الصيف دايما بتكونوا معنا شكراً لكم بالتوفيق يعطيكم ألف عفية فاصل